الأمثال في القرآن الكريم متنوعة وكثيرة منها ما جاء الوعظ أو الزجر أو الحث على فعل شيء أو ترك وهي في القرآن ما بين صريحة وكامنة سئل الحسن بن الفضل إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن فأين قولهم خير الأمور الوسط فقال أجدها في قوله تعالى لا فارض ولا بكر وقيل له وإن أنت من قولهم ليس الخبر كالعيان فقال أجدها في قوله ولكن ليطمئن قلبي فقرأوا الأمثال القرآنية وخذوا منها العظة والعبرة تدبر أخي كتاب الإله تدبر وردت الففي النجاة يزدك الكريم بفضل عظيم وتلقى الإله بسعد ترى وتلقى الإله بسعد ترى فيسعد من بجد تلاه ويسعد من بفهم عنى فهذا الكتاب ينير الظلام ويهدي الحيار بدرب الحياة ويهدي الحيار بدرب الحياة الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمداً عبد الله ونبيه ورسوله أما بعد حكمة بالغة جديدة هو برنامجكم الذي نتكلم فيه حول فهم آيات القرآن الكريم ومعرفة شيء عن ألفاظ القرآن الكريم وصحيح معانيها وحلقاتنا اليوم حول وما يعقلها إلا العالمون ماذا تتذكر من القرآن حينما قلت لك وما يعقلها إلا العالمون هذه تذكرك بضرب الأمثال في القرآن وما يعقلها إلا العالمون حين قال الله سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون الأمثال في القرآن الكريم رحمة من الله بنا لماذا؟ لأنه يتقرب إلينا بضرب المثل ويرحمنا بالإضاح والإفهام والتوضيح بهذه الأمثال من حياتنا أو من أحوال الأمم من قبلنا أو بما نراه في أيامنا حتى نأخذ منها العبرة الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قال وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ فهل نتذكر وهل نتفكر وهل نحن من أهل البحث والتحقيق والفهم عسان أن نكون من العالمين الذين امتدحهم الله في القرآن الكريم أردت أن أخذ مثلاً واحداً من أمثلة القرآن الكريم لنأخذ منه العبرة ونتعلم منه الفكرة ونضرب به المثل لغيرنا ونتعظ به من حياتنا فلما بحثت في القرآن الكريم قلت من أجل الأمثلة ضرب المثل للحياة الدنيا بالنبات الذي يخضر ويكبر ويثمر وهو يانع وجميل فإذا ما قضى نحبه في أرضه صار أصفر ومات وذرته الرياح إلى مكان يعلمه الله سبحانه وتعالى كل هذا اتعاظ من حياتنا الدنيا التي تظن أنها تدوم أحياناً ولكنني أقول لك إنها لو دامت لأحد لكان الأولى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حياً وباقياً ولكنها تفنى ويفنى نعمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي مثل بسيط مثل بسيط جاء في أمر الدنيا لنطعظ ونعمل للحساب وآخرتنا جاء في سورة يونس فاسمعه مني يقول الله سبحانه وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أتاها انظر إلى المباغة لم يقل القرآن الكريم جاءها أو سعى إليها أو مهذ لها نعيد المثل حتى نأخذ العبرة بلفظة أتاها لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون اسمع حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا وكلمة حصيدا هذه اسأل عنها إخواننا وأخواتنا الفلاحين والفلاحات حين يحصدون الزرع ويمحون أثره من فوق الأرض بعد أن كان واقفا على عوده وجميلا أو قويا أو شديدا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس هل سمعت عن ما حدث للصين وأهلها مبتكرات مخترعات منشآت ناطحات للسحاب غواصات تحت الماء أسلحة متقدمة اخترقوا الجبال اخترقوا الأرض صعدوا إلى الفضاء غزوا العالم كله بمنتجاتهم عطلوا أيدي عاملة كثيرة في كثير من البلدان لما أعملوا أيديهم وأبدانهم وفكرهم فلما وصلوا إلى درجة أنهم يقولون إننا نستطيع ولن يستطيع أحد سوانا إننا نستطيع أن نفعل ولن يستطيع أحد أن يفعل إن لنا الغلبة وإن لنا التقدم وإن لنا السبق ماذا فعل الله بهم إنه فيروس صغير لا يرى بالعين المجردة وحين قلت صغيرا كبرت من شأن هذا الفيروس إنه لا يرى بالعين المجردة وبرغم ذلك يقتل واحدا وألفا وألفين ويستطيع أن يقضي على أمة بأثرها بل إنه يهدد العالم الداخل والخارج والمطارات ذهابا وإيابا أين أنتم يا من قلتم إننا نستطيع ولا أحد يستطيع إننا نفعل ولا أحد يستطيع أن يفعل إننا سنقود العالم إننا سنقود الصناعات حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها بقولهم نستطيع اعلم أن الله لما اختار لفظة أتاها وبعض الناس يعني عفى الله عنه وعنهم حين يقرؤون هذه الكلمة لأنهم غير متخصصين وغير دارسين ولم يقرأوا على شيوخ قبل يقولون آتاها وكلمة آتاها بهذا المد معناها أعطاها لابد أن تخطفها خطفا تقول أتاها لأن الجرس الموسيقي داخل هذه اللفظة في سر اختيارها هو عنصر المباغة فهل كان عندهم أو عند من قبلهم حين تكبروا أو طغوا أو ظنوا في أنفسهم الغلبة أو لهم الغلبة هل كانوا يتوقعون ذلك ما كان إلا هذا الإتيان السريع الذي باغتهم فقضى عليهم ويقضي عليهم فاعتبروا يا أولي الأبصار نعود إليكم بعد فاصل قصير تنتظرونا ولا تذهبوا عنا بعيدا آه 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 آه